اهلا بكم من جديد خمس سنوات من العمل الدؤوب لتأسيس منظومة متكاملة لأبحاث وممارسات طب الأورام والسرطان في الإمارات تضمنها كتاب عن السرطان في الوطن العربي ألفه البروفيسور الإماراتي حميد الشمسي هذا الكتاب شارك فيه أكثر من خمسين باحثا في عدد من الدول العربية سيطلق الكتاب رسبيا يوم السبت المقبل في جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي وحول هذا الموضوع يسألنا أن نستضيف معنا هنا في الستيديو البروفيسور إحميد الشمسي بروفيسور أهلا بك صباح الخير في برنامج إكسبو هذا الصباح قبل أن نخوض في هذا الكتاب وتفاصيله أريد أن أسألك بما أننا في أسبوع السعادة ماذا تعني السعادة بالنسبة لك بروفيسور؟ أوشيد صباح الخير وشكرا على استضافة أعتقد تعريفي الشخص للسعادة هو الرضا الرضا بجميع الأمور الرضا بجميع الأمور الطيبة وسيئة لصير الإنسان والإيمان بأن أي شيء يصير الإنسان هو مكتوب عليه ومن ثم التأقلم ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة في جميع الحالات بروفيسور إحميد هذه مقدمة رائعة قبل أن نتحدث عن مرض مزمن هو مرض السرطان يعاني منه الكثيرين حول العالم عفو الله طبعا جميع مرضاء السرطان ألفتم اليوم كتاب مهم جدا ما تدافع رأى تأليف هذا الكتاب بداية؟ طبعا كباحث وطبيب متخصص في مجال السرطان وجدت فجوة كبيرة جدا في مجال السرطان والبحاث الطبية متعلقة بالدول العربية أنا خبرتي كانت في الولايات المتحدة وفي كندا وكان معلومات طبية متوفرة وبكثرة ولكن عنده تواجد دولة الإمارات وانتقال دولة الإمارات شفت أن فيه فجوة كبيرة فكان لا بد أن يكون أحد هناك يقوم على فسد هذه الفجوة وارتقينا أن نحن نقوم بهذا العمل خدمة للمجتمع العربي بشكل كبير بإذن الله جميل بروفيسور علامات اعتمدت بحثيا في نشر هذا الكتاب طبعا ليكون مستجيبا لتطلعات الأطباء والباحثين طبعا في هذا المجال طبعا توفر معلومات طبية هو إشكالية كبيرة ومعاني بها في المنطقة العربية فقررنا أن نحن نقوم بجلب جميع هذه المعلومات ووضعها في كتاب واحد ومعلومات جدا حديثة عن معدلات السرطان في كل دولة وأيضا عوامل الخطورة وأسباب الإصابة بالسرطان وضعناها في كتاب واحد في كل دولة لها وحدة خاصة ونتكلم فيها بإذن الله بالتفاصيل إذا في رغبة ولكن نحن وضعنا جميع التفاصيل هذا في كتاب واحد حتى يسهل على الباحثين المتخصصين في هذا المجال للطلاع عليها بضغطة زر واحد عظيم طيب بما أنك تحدثت عن بعض من فصول هذا الكتاب أحب أعرف أكثر ما هي فصول هذا الكتاب يعني إضافة إلى المخاطر هل تتناول جميع فئات السرطان جميع الستيجوز أو أيضا المراتب الموجودة بالسرطان حدثنا أكثر عن فصول هذا الكتاب الفكرة التي عملناها أننا عملنا وحدة لكل دولة فلكل دولة وضعنا جميع الأسباب التي تؤدي للسرطان معدلات السرطان الأرقام المحلية الموجودة وأيضا الخدمات الموجودة في كل دولة وأيضا عوائق وأيضا الحلول لكل دولة وأيضا وضعنا وحدات خاصة على أكثر سرطانات انتشارا وهي سرطان قولون وأيضا سرطان الثدي وأيضا سرطانات أخرى منها سرطانات الأطفال التي تعتبر من السرطانات التي لا يوجد عليها درسات كثيرة فهناك أكثر من 480 صفحة فيها جميع الدول العربية اسمح لي فقط بسؤال هل النتائج بما أن هناك رديكم نتائج هل نتائج مبشرة في عالمنا العربي؟ صراحة وجدنا تفاوت كبير جدا بين الدول في بعض الدول متقدمة جدا في مجال السرطان في بعض الدول جدا متأخرة والهدف أيضا هو إيجاد الإشكاليات وأيضا الحلول ووضعنا حلول عملية كيفية تحسين الخدمات في هذه الدول نعم بروفيسور هذا الكتاب لفتني أنه سرطان في العالم العربي أو في الدول العربية لكنه باللغة الإنجليزية هل هناك نية لترجماته باللغة العربية؟ طبعا السبب في اللغة الإنجليزية لأنها هي اللغة العلمية الدارجة لجميع الباحثين في هذا المجال ولكن بإذن الله هناك نية بإذن الله نحن نعمل ملخص للعامة حتى يستطيع أن هناك استفادة بإذن الله من هذا الكتاب عظيم طيب نتحدث عن دول مختلفة في العالم العربي ولكن إذا أردنا الحديث عن دولة الإمارات العربية المتحدة. أين نحن من بقية الدول؟ ما هي أخر وأحدث علاجات الأورام الموجودة في الدولة هنا؟ نعم صراحة نحن ارتعينا أن الحمد لله دولة الإمارات من الدول متقدمة جدا في هذا المجال. لأسباب كثيرة. الحمد لله دعم دولة الإمارات وحكومة الإمارات لهذا المجال جدا كبير. من ناحية توفى مستشفيات المعدات وأيضا الطباء متخصصين. وأيضا دولة الإمارات من أكثر الدول في المنطقة من ناحية تسجيل الأدوية الحديثة في مجال السرطان في إحدى الأدوية في الصيف الماضي كانت الإمارات هي الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من ناحية تسجيل الدواء وهذا أيضا يخدم المرضى وأيضا منطقة الإمارات ومنطقة العربية كاملة طيب بروفيسور هذا الكتاب هل هو يعد مرجعية للأطباء أم لكل الناس يستطيع قراءته والاستفادة؟ بالله سلم يعتبر مرجع للأطباء والباحثين وصنوع القرار وأيضا للجميع المهتمين بهذا السرطان ممكن يدرس في الجامعات أو الكليات؟ أكيد طبعا أكيد هذا يعني يحتوي على معلومات كثيرة جدا وصراحة أنا أذكر أن الكتاب تم تنزيله أكثر من أربعين ألف مرة خلال الأربع أيام الماضية إحنا عملنا لأونلاين لونش بإذن الله إن شاء الله نحن نقوم بإفتتاحها رسميا الأسبوع القادم بإذن الله في إكسبو وممكن تسأني ليش إكسبو؟ هذا تحديدا سؤالي أتالي لماذا تزامنا مع إكسبو 20 أو 20 دبي؟ الكتاب ممكن كان يخلص بعد عدة أشهر ولكننا عملنا بجد واجتهاد لأننا ننقل صورة دولة الإمارات من ناحية علمية وكيف أن دولة الإمارات تقوم بنشر العلم والمعرفة وأيضا الكتاب متوفر مجانا من دون أي مقابل للجميع فمرة أخرى لا يجد أفضل من إكسبو ليطلع العالم على جهود دولة الإمارات العرية المتحدة في مجال السرطان وأيضا جهود جميع الأطباء الباحثين من جميع الدول العربية الذين قاموا بهذا العمل بروفيسور نحن في يوم السعادة دعونا نعطي جرعة أمل وسعادة لكل المرضى في هذا المرضى نسأل الله أن يشافيهم ويعافيهم كيف ترى مستقبل هذا المرض؟ هل هناك علاجات فعلا ستكون مبشرة في القادم من الأيام؟ نعم في الواقع علاج مرضى السرطان حاليا هو أفضل بكثير من 20 سنة الماضية المرضى في السابق خاصة في مراحلة متقدمة كان يعيشون معدة أشهر ولكن الحمد لله حاليا في علاجات كثيرة جدا متطورة ويعيشون فترات طويلة ولكن بإذن الله هناك ملامح لتطورات كبيرة جدا لا يستعد أن نتكلم بها في التفصيل ولكن تطور كبير جدا وبإذن الله القادم أفضل لمرضى السرطان وللجميع مرضى بإذن الله بإذن الله يشافي مرضى السرطان ويرحم المتوفين منهم كذلك البروفيسور حميد بن حرم للشمس شكرا جزيلا لك رئيس جمعية الإمارات للأورام شكرا عن تواجدك معنا